وانت ماشي في الدنيا دي هتلاقي شوية ناس بيحاولوا يشاككوك في اختيارك لدينك وهتسمع منهم افكار زي انت مسلم فقط عشان انت تولدت لقيت نفسك مسلم وفي اسرة مسلمة او بلد مسلم الفكرة دي طبعا غلط على فكرة انت ممكن ما تقدرش تغير عرقك ولا جنسيتك ولا اهلك ولا قبيلتك الحاجات دي كلها تفرضت عليك الحاجات دي كلها مش من اختيارك لكن الدين ده اختيار وتقدر تغيره في اي وقت تقدر تغيره حتى وانت قاعد تتفرج على الفيديو ده محدش هيعرف ولا حد هيقدر يمنعك صحيح انت تولدت مسلم لكن استمرارك على الدين ده بسبب انك رضيت بيه واقتنعت بيه وصحيح انه قدرك ان ربنا كرمك انه خلاك تعيش في بيئة ماشية على الدين الصحيح دين الفطرة وما اضطرتش انك تدور عليه برا البيئة دي لكن حتى لو تربيت في بيئة مختلفة وعلى دين تاني وقررت تبحث عن الدين الصحيح بقلب سليم كنت هتوصل له برضو في الاخر بص حواليك في العالم شرقه وغربه هتلاقي اكتر من اثنين مليار مسلم من كل البلدان والثقافات منهم اللي تولد لقى نفسه مسلم ومنهم اللي بحث عن الدين الحق ووصل للإسلام بمناسبة موضوع الايمان في سؤال محير بينطرح باستمرار هل قرار الايمان بيجي من العقل؟ صحيح ان زي ما احنا المصريين بنقول ربنا عرفو بالعقل لكن الحقيقة ان اللي بياخد قرار الايمان هو القلب مش العقل تعال اشرح لكم ازاي في موضوع الايمان تحديدا العقل مجرد اداة ادراك زيه زي البصر والسمع واللمس مش اداة قرار يعني من الاخر زي ما بتسمع حاجات معينة بودنك وتبصر حاجات معينة بعينك انت بتعقل حاجات معينة بالمنطق وفي الاخر كل ده بيروح للقلب والقلب هو اللي بياخد القرار يؤمن او ينكر لو رجعنا للقرآن هنلاقي عشرات الايات اللي بتتكلم عن الايمان هنلاقيها كلها بتتكلم عن القلب والرسول صلى الله عليه وسلم قال اليوتيوب مليان بالاف الساعات من المناظرات بين المؤمنين وغير المؤمنين هل ده معنى ان المنطق تايه وما فيش حجة عقلية مقنعة للكل لا ابدا الحق موجود وواضح وضوح الشمس الفكرة بس ان القلوب مش كلها قبلة الحق ده لو كان الايمان بيجي من العقل فقط كنت هتلاقي العالم مقصوم نصين كل المتعلمين والازجياء مؤمنين وكل العامة والبسطاء ملحدين وكفار العلم مع فساد القلب بيعطي الانسان وهم القوة انه يقدر يتمرد على اللي خلقه عشان كده طبيعي تلاقي اتنين علماء عباقرة وحائزين على اعلى الدرجات العلمية الاتنين مزهولين من اكتشاف علمي معين هتلاقي واحد منهم بيقول سبحان الخالق العظيم والتاني بيقول ما اعظم الطبيعة او التطور او الصدفة المشكلة هنا مش فعقلهم لان الاتنين عقلهم شاف نفس الادلة والشواهد والاعجاز لكن واحد منهم قلبه قبل واستسلم والتاني قلبه رفض وتكبر على فكرة وجود خالق وافتكر نفسه بشوية العلم اللي عرفهم اعلى منزلة من المؤمن الجاهل الرجعي طبعا العلماني لما يسمع الكلام ده هيقولك دي دعوة لإلغاء العقل مع ان دينا اكتر ديد امر اننا نعمل عقلنا ونتفكر ونتدبر عشان في الاخر القلب يؤمن وهو مطمئن وهتهمك انك شعوب عاطفية بتجري وراء حاجات تخدرها معنويا صدقني الموضوع مجرد تكبر من الحاجات اللي كانت بتحيرني وانا صغير فكرة التكبر على الاله هنعرف ان الواحد ما يكونش مقتنع فما يؤمنش لكن لما كبرت شوية فهمت يعني ايه التكبر بعض الناس عندها رفض لفكرة انهم يكونوا خاضعين لحد اي حد حتى اللي خلقهم مع ان دينا اصلا اسمه الاسلام يعني الاستسلام للخالق الكوميدي في الموضوع ان نفس الشخص ممكن يكون خاضع لمديره في الشغل او لابوه او للقانون اللي في بلده او حتى لشهواته وارغباته يعني هو كده كده خاضع لكن عنده استعداد يخضع لاي حاجة الا للاله اللي خلقه من العدم وخلق الكون كله الخضوع لله عزة والخضوع لغيره ذلة لما تكون خاضع لله فانت مع الفري الاقوى الفري الاقوى ما بيخضعش المخلوق او لرغبة ما بيخضعش حتى لعقله او هواه صحيح ان العقل هو الطريق للامان لكن اللي بياخد قرار الايمان او عدم الايمان في النهاية هو القلب ربنا يصلح قلوبنا جميعا في النهاية ما تنسوش اللايك والشير